منتخب كوت دي فوار يستهل كأس أمم إفريقية بفوز على غينيا بيسا وبثنائية استهل منتخب كوت دي فوار منافسات كأس إفريقية للأمم بفوز بنتيجة على غينيا بيسيا وبنتيجة هدفين دون رد خلال المباراة التي جرت اليوم بملعب الحسن واتارا في أبيتجان في مباراة افتتاح الكانا وسجل سيكو فوفانا هدف المنتخب الإفواري الأول في الدقيقة أربعة من عمر مجريات الشوط الأول وتميز الشوط الأول بسيطرة مطلقة لفيلة كوت دي فوار حيث كاد لاعب ساحل العاج أن يخرج بنتيجة كبيرة لو لا تسرع مهاجميه ولم يستطع منتخب غينيا بيسا فرض أسلوبه خلال الشوط الأول بسبب التكتيك الصعب الذي نهجه المنتخب الإفواري في الشوط الثاني وصل المنتخب الإفواري سيطرته على معترك غينيا بيسا واستطاع اللاعب جيان فيليب كراسو من تسجيل الهدف الثاني لكوت دي فوار في الدقيقة ثمانية وخمس من عمر الشوط الثاني لينتهي اللقاء بفوز الفيلة بثنائية